السلام عليكم أصدقائي إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أريكم طريقة شغالة وتعمل بالمجال وبطريقة قانونية لجميع برامج أدوبي وبالمجال وبطريقة شرعية مثلا هذه الواجهة الرئيسية لكرياتيف كلاود بكل بساطة هنا كما تشاهدون هذا التحديد يعمل لحد الساعة أكثر من شهر وقمت بوضع هذا في الفيديو السابق سوف أريكم هذا لاحقا كما قلت لكم هنا سابقا قمت بتتبيه فوتوشوب وكاميرا رو وفي الأسفل الذين التاريخ خمسة أربعة الفين واربعة وعشرون أي اليوم قمت بتشجيل هذا الفيديو لأن الطريقة تعمل بشكل جيد صراحة وهذا هو الفيديو السابق الذي قمت بوضعي بدون بطاقة بلقية إذا دعبتم إلى التعليق الأول قبل شهر واحد قمت بالتعديل في التعليق وقمت بإضافة هذه الإعدادات وعطيات الذي قام بمشاهدته سوف تنجح معه لكن الذي شاهد الفيديو قبل هذا التعديل لم تنجح معه وبالتالي أجد مجموعة من التعليقات بعدم نجاح الطريقة لكن الطريقة تعمل وكما تشاهدون هنا رابط جديد وضعته يوم أربعة ثلاثة الفين واربعة وعشرون وهذا هو الرابط كما تشاهدون قمت بوضعي للجميع لكن أردت أن أضع هذا الفيديو لجميع أيضا الذين لم يشاهدوا هذا التعديل وهو يعمل صراحة لذلك أردت أن أقوم بهذا الفيديو للجميع إن شاء الله والجميع سوف يستفيد بطريقة قانونية وصرعية لكن قبل هذا لا تنسونا بالاشتراك لأنه صراحة لا يوجد دعم في مثل هذه الفيديوهات لذلك لا نحاول دائما أن نضع مثل هذه الفيديوهات حول أدوبي لا يوجد صراحة هناك دعم أو اشتراكات لذا فضلا وليس أمان دعمكم لنا يشرفنا ويسعدنا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الضرص لنتقل مباشرة إلى الشرح أول شيء يجب عليكم اتباع جميع الخطوات كما أقوم بها لكي تنجح معكم الطريقة وبداية تركت لكم رابط في أول تعليق أو في الوصف قم بجلبي إلى متصفح في الأعلى قم بالضغط على أنتري في الأعلى هو الميديا فاير قم بالضغط على دونال قمت بوضع عليه في شيء وورد وجمعت فيه جميع الروابط التي سوف نحتاجه في هذا الفيديو اضغط على وورد سوف ينتقل بك إلى هنا قمت بوضع رابط أدوبي وهو أهم شيء في هذا الفيديو ورابط إيميلات الوهمية التي سوف نحتاجه أيضا ورابط لأدوبي كرياتيف كلاود لمن سوف يعمل على هذه الطريقة لأول مرة والآن سوف أعود من جديد إلى أهم خطوة أيضا سوف أذهب إلى الأعلى ثم سوف أنزل إلى أسفل سوف أضغط على أجوت كروم ليكون جديد ومتصفح جديد لم يسبق لك أن عملت عليه ثم أقوم بالضغط على كونتينيس سون كروم ثم أقوم بإدخال أي اسم كيفما كان هنا اضغط على أوكي وقد حصلت على متصفح جديد لم يتم العمل عليه من قبل الآن سوف أعود إلى وورد ثم سوف أقوم بجلب الرابط أدوبي هذا الرابط وهو أهم شيء كما قلت لكم في الفيديو سوف أعود من جديد إلى متصفح خاص بأقوم بوضعي في المكان في الأعلى ضغط على أونتري أنتظر قليلا سوف تظهر معك هذه الوجهة لأدوبي بشكل قانوني وشرعي في الأعلى سوف نقوم بإدخال أي ميل ثم سوف نقوم بإدخال اسم كيفما كان فقط الدولة سوف نقوم بتركها على تركيا سوف أريكم كيف الآن سوف أعود إلى الورد ثم سوف أقوم بجلب رابط الإيميلات الوهمية لأننا سوف نحتاج أي ميل لم يتم العمل عليه في كل مرة عندما تنتهي المدة التجربية لـ 14 يوم يجب أن نقوم بتكرار هذا الأمر وسوف تشاهدون هذا معي الآن أقوم بوضع الرابط في الأعلى سوف ينتقل به إلى البريد المؤقت كما تشاهدون في الأعلى لديك الآن إيميل في الأعلى وهمي يمكنك استعماله لكن سوف أريكم الطريقة لذا أردت إنشاء حساب جديد إذا بالجانب اضغط على إنشاء حساب ثم أقوم بإدخال أي اسم كيفما كان مثلا سوف أقوم بإدخال مثلا أحمد أو ريان مادريد بهذا الشكل سوف أقوم بإدخاله ثم سوف أزيل إلى كلمة المرور أقوم بإدخال أي كلمة المرور للإيميل التي سوف نحتاجها بعدما ننتهي سوف أضغط على خلق أو إنشاء بكل بساطة إذا شاهدتم الإسم مكرر قمت بإضافة صفرين في الأخير كما تشاهدون هذا هو الإيميل في الأعلى سوف أقوم الآن بنسقيه بكل بساطة ثم سوف أعود إلى أدوبي سوف أقوم بوضعي في الأعلى يمكنك ترجمة الصفحة إلى اللغة الفرنسية أو العربية التي تريد هذه الصفحة الآن باللغة التركية أنا أردت أن تركها باللغة التركية من أفضل ثم قمت بإدخال على إسم ثم ريان مادريد بكل بساطة هنا يطلب منك إدخال مثلا إسم الشركة أو ما إلى ذلك قم بإدخال أي إسم كيفما كان ريان مادريد مرة أخرى الذي تريد ثم بعدما أن تعيشه فقم بإدخال أو بتحديد عدد أفراد الشركة قم بتحديد واحد إلى تسعة هنا أهم خطوة لا تقم بتغيير أي شيء في الدولة قم بتركها على تركيا لا تسألني لماذا لأنه التحديد الجديد والذي يعمل أكثر من شهر وأنا أعمل به والذي استفاد في الفيديو السابق هو أيضا يعمل به هنا في الرقم البريد قم بإدخال ثمانية وتلاتون ألف بكل بساطة قم بإدخاله هو الخاص بتركيا وهنا في الهاتف قم بإدخال عشرة أرقام كيفما كانت ثم إنزل إلى أسفل قم بالتأكيد والضغط على كونفيرم ثم سوف ينتقل بك إلى هذه الواجهة هنا لديه الإيميل الخاص به وهنا يطلب مني إدخال مرة أخرى الرمز السري أو الرقم السري سوف أقوم بإدخال نفس الرقم السري الذي قمت بإدخاله في البداية أقوم بإدخاله هكذا ثم بعدما أنتعي سوف أزل إلى أسفل أقوم بالضغط على كونفيرم الآن سوف ينتقل به إلى هذه الواجهة أيضا أو هذه الفطوة لديها الاسم فيها الأعلى هنا يطلب مني إدخال السنة الميلادية قم بإدخال أي السنة كيف المكان وقم بترك الدولة على تركيا كما قلت لكم ثم قم بالتأكيد أو تفعيل قبول الشرط ثم إضغط في الأخير بهذا الشكل انتظر فقط قليلا ثم سوف يتواجه بك إلى هذه الواجهة هنا لقد أرسل لك رمز للتفعيل عد إلى البريد ثم قم بالضغط على التحديث في الأسفل قم بالضغط على التحديث عفوا ثم سوف تجد هنا رمز للتفعيل قد جاءك من أدوبي قم بأخذه بهذا الشكل ثم عد إلى الموقع إلى أدوبي ثم قم بلسقي بهذا الشكل ثم قم بالضغط على باللغة التركية أو تأكيد باللغة التركية انتظر فقط قليلا ومبروك عليك هقد حصلت على 14 يوم بالمجال بطريقة قانونية وشرعية للمدة التجريبية سوف أقوم الآن لترجمة الصفحة إلى اللغة الفرسية لك تشاهده أكثر 19 في شهر 4-2024 أي 14 يوم بطريقة من هذا اليوم 5 شهر 4-2024 ولدي إلى غاية 19 شهر 4-2024 الآن سوف أعود بكم إلى ملف الوارد لأدوبي كرياتيف كلاود سوف أقوم بأخذ هذا الرابط لمن ليس لديه أصلا هذا التطبيق أو هذا البرنامج على الحاسوب قم بأخذه ويذهب إلى المتصفح قم بالضغط عليه ثم قم بإرغاء منه ثم سوف أجد دوند كرياتيف كلاود قم بالضغط عليه وتتبيت البرنامج الخاص ببرامج أدوبي على الحاسوب بشكل بسيط لكن هنا سوف أذهب إلى دماري في الجانب ثم سوف أجد أدوبي كرياتيف كلاود سوف أضغط عليه وهذه هي الواجهة للبرنامج سوف أذهب إلى الأعلى الآن سوف أقوم بالضغط على صوت كونكتي لأيميل السابق ثم سوف أقوم بوضع أيميل الجديد الذي هو الريال مادريد سوف أعود إلى المتصفح الخاص بي أقوم بنسخ الإيميل الجديد الذي تم فيه 14 يوم جديدة للنسخة المجانية التجريبية أقوم بوضعه هنا ثم سوف أضغط على كونتيني ثم سوف يطلب مني إعادة إدخال الرمز السريع أقوم بإدخاله ثم سوف أضغط على كونتيني هنا يقول لي هنا تم لسان لرمز لتفعيل من جديد أعود من جديد للإيميل أضغط إلى تحديد ثم سوف أجد رمز للتفعيل سوف أقوم بأخذه من جديد بهذا الشكل ثم سوف أعود من جديد إلى كرياتيف كلاود ثم سوف أقوم بلسقيه هنا ثم هنا يقول لي أدخل رمز سري جديد وقوم بتأكيده هنا فهذه فقط لأمان إضغط على ميطر أجور ثم كونتيني بكل وساطة وها قد تم الدخول بالنجاح إذا سوف تنفعلها إلى ريال مادريد بدل الإيميل السابق واليوم هو 5.04.2014 هذه فقط لأمزدقية وهذه البرامج صراحة فيها الجانب لديك فوتوشوب وكاميرا رو دميع البرامج التي قمت بتسبيتها أصبحت عليها 14 يوم كالفوتوشوب كما تشاهدون فيها الأعلى 14 يوم لديك الآن للاستفادة من المجان وفي أسفل أيضا أقوم بتأكيد دائما على التاريخ 5.04.2014 اليوم الطريقة تعمل أكثر من شهر ومجانية وأردت أن نقوم بوضع هذا الفيديو من جديد فقط ليستفيد الجميع بآخر تحديث لأن أغربيث من شاهد الفيديو السابق في أول تعليق سوف أقول لكم بعض المشاكل التي قد تصادف البعض مثلا هذا التحديث هو فقط ينجح 100% للذين لديهم برنامج كرياتيب كلاود سابقا ولديهم برامج مسبقة متلبتة أي بالطريقة القديمة تنجح 100% لكن الذي سوف يدخل الآن من جديد ويقوم بتحميل برنامج كرياتيب كلاود ويقوم الآن بهذه الطريقة سوف يتم الدخول بنجاح لكن لكن لديه إمكانية إيجاد مشكلة أي لا تفتح معه البرامج لأنه جديد وبدأ طريقة أو تحديث من جديد ولم يقوم بالعمل في السابق بالطريقة القديمة هذه أحد المشاكل كذلك كما قمت أنا عندما تنتهي الفترة التجربية قم بإزالة الإيميل القديم عن طريق ديكونكتي من برنامج كرياتيب كلاود كما قمت في الفيديو ثم قم بإعادة نفس الطريقة افتح متصبح جديد وقم بإنشاء إيميل واستفد من جديد من 14 يوم بالفترة المجانية فقط في خمسة دقائق سوف تكون قد انتهيت واستفدت من جديد لكن أترك الدولة على تركيا لحد الساعة هي التي تعمل إنما كانت دولتك أتركها على الدولة التركية ورقم البريد أكتب 38 ألف كما فعلت أنا ورقم الهاتف أدخل رقم الهاتف كيفما كان فقط من 10 أرقام كيفما كان لا مشكلة وأخيرا وليس آخرا إذا كان هذا المحتوى مفيد لكم أتمنى أن تدعمونا باشتراك ولايك وإعجاب وتعليق محفز شكرا لكم نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله السلام عليكم